لقطة بتاعة صلاح محسن. طيب. احتعال نتكلم عليها وهنتكلم ببساطة شديدة طيب. في لقطة حصلت النهاردة. كل بيتكلم عليها. تات صلاح محسن. نجيب اللقطة وهنتكلم عليها ببساطة شديدة. اه. لازم اللعيب يعرف حاجة. اي لعيب كرة في الدنيا. اي وا هتفتكر انك لما تخش في اصدام مع الجمهور انت ممكن تكسب. طيب بصلاح محسن لكن كنت شو عام كده للجمهور. انا شفت وعرفت ان هو نزل ستوري على الانستجرام. بس خلينا نتكلم بواقعية شديدة. احنا عارفين صلاح محسن تعرض لضغط كبير جدا الفترة اللي فاتت. علشان كان بيضاع فرص كتير. والناس كتيرة كان بتهجموا. فصلاح محسن بيزيل الضغط من عليه. وبيقول للناس اسكوته. انا هفكر صلاح محسن بحاجة واحدة بس. احمد عبدالقادر. واحد من افضل المواهب اللي موجودة في مصر. مش في النادي الاهلي بس. احمد عبدالقادر خسر جماهيرية كبيرة جدا جدا. وخسر دعم كبير جدا من جماهير النادي الاهلي بسبب دخوله في صدامات مع جماهير النادي الاهلي. حي. صلاح محسن رسالة واحدة بس اقوله عليها. ارسك الكوروي في النادي الاهلي مفيهوش رصيد كبير. حي. ان حد هيستحملك. فيا صلاح انت لعيب كويس ومبشر. اي وعد خش في صدام. ومش صلاح بس اي لعيب في الدنيا مخش في صدام. واخر حاجة كريمة. عماد متعب. كابتن عماد متعب. ست سبع سنين هدف الدوري. والناس كانت بتهاجموا بطريقة مش طبيعية. عمر عماد متعب ما رفع وش في جمهور النادي الاهلي. صح. فهي دي النقطة بكلمك عليها. هلوة دي اوي. هلوة دي اوي.